طالب النائب خليل عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بشمول متقاعد أضمان المبكر بقرار زيادة الرواتب الذي اتخذته الحكومة ضمن الحزمة الثالثة من إجراءات التحفيز الاقتصادية وقال عطية في رسالة وجهها إلى الرزاز إن استثناء متقاعد أضمان المبكر من الزيادة فيه مخالفة دستورية خاصة وأنهم غير مشمولين بالزيادة السنوية التي تطرأ على رواتب المتقاعدين ولفت النائب لأن قرر مجلس الوزراء عام 2011 بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين شمل أيضا متقاعد الضمان المبكر